عايز بس بعد إذنه حضراتكم كده يعني عايز أتكلم بس في نقطة وأنا شايف إنها نقطة مهمة حبتين هو إيه سر الهجوم الكثيف جداً على الحج جبرهيم العرجاني وعلى اتحاد القبائل العربي يعني عايز بس أفهم إيه القصة يعني ليه الهجوم على العرجاني وعلى اتحاد القبائل طب تعالنا أخذها واحدة واحدة هو إحنا لو جينا ركزنا كده مين يا طرى يا هلطرى اللي بدأ هذا الهجوم على الحج جبرهيم العرجاني ولو حضرتك جيت ركزت وتابعت وشفت الحسابات هتلاقيهم هم هم بتوع محمد مرسي بتوع الشرعية بتوع الإخوان أيوة يعني ابدأ بس كده وشوف وركز بتماعه مش ياخد منك ثلاث دقائق خد الحكاية من بدايتها يبدأ الهجوم على إبراهيم العرجاني مع حفظ الألقاب طبعاً وبعدين تيجي تبص كده يا طرى الهجوم بدأ من عند مين هتلاقي حسابات كلها لو جيب بسيط عليها بقى تطلع على تويتر تطلع ولا إكس تطلع على فيسبوك تطلع مش عارف إيه على إنستجرام إلى آخره هتلاقي إن الحسابات دي في تاريخها تويتاتها وبوستاتها وتدويناتها وصفها واستخدمها زي ما أنت عايز يعني هي هي نفس التويتات اللي بتتكلم عن الإخوان واللي كانت بتتكلم عن الشرعية واللي بتتكلم على إنه دول يعني معارضة غلبة ومساكين واللي بتتكلم على الرحل محمد مرسي ورحمة تجوز على الجميع يعني إلى آخره دي البداية طيب وبعدين يجي نسأل سؤال هو اتحاد القبائل العربية لم يقدم شيء لمصر على الإطلاق يعني ألم يقف اتحاد القبائل العربية في سينة مع القوات المسلحة من أجل تطهير سينة من الإرهاب يعني هل نستطيع أن نمحوا التاريخ هل نستطيع أن ننكر هذا الدور طيب تعالي نرجع مرة تانية أنا بكنا نقف على الاتحاد القبائل نرجع هنا برضو مرة تانية على الحج إبراهيم العرجاني هو الرجل ده ملوش دور وطني يعني ألم يقف هذا الرجل ومعاه اتحاد القبائل هو واحد من مشايخ أكبر أو واحدة من أكبر القبائل في سينة ومعاه كل مشايخ القبائل العربية ومعاه كل أبناء القبائل العربية إبراهيم العرجاني الذي يهاجم ده بالمناسبة هو اللي ابنه استشهد بسبب الإرهاب يعني قاعدين بيهاجم واحد ابنه استشهد بسبب الإرهاب هل إحنا نسينا المشهد تاني بتاع الدواعش والإرهابيين والتنظيمات الإسلامية المسلحة اللي كانت مسيطرة للأسف الشديدة على سينة في 2012 و13 وبدأة 2014 وهم بيمشوا بقوافل ومواكب عسكرية بيستعرضوا قوتهم وهم مجموعة من الإرهابيين والفصائل المسلحة المتطرفة بيستعرضوا قوتهم في سينة؟ طب ما ترجع لليوتيوب يا أخي وهسألك سؤال هل هذا المشهد كان يرضيك؟ أكيد لا ولا مصري واحد كان يرضيه ولا يقبل هذا المشهد على الإطلاق فلاقي إنه أهالينا في سينة اللي هم النهاردة ممثلين داخل اتحاد القبائل العربية واحد من أهالينا في سينة يلعب هذا الدور الوطني الرائع والعظيم والجسور والشجاع ويدفع تمن باهز هو حياة ابنه وربنا يا خلي طبعا بقيت أولاده لكن دفع كمن مخيف مين فينا يقدر يتحمل فقدان ابن من أبنائه هذا الابن ستشهد بسبب هذا الإرهاب اللي كان موجود في سينة هذا الرجل واصل تعاونه وتكاتفه مع دولته مع بلده مع قواته المسلحة لأجل تطهير الإرهاب ييجي بعد كده يتعمل كيان تنموي زي اتحاد القبائل العربية فلاقي ناس بتهاجمه طب السؤال وانت بتهاجم كيان تنموي ليه يعني لما تيجي تشوف اتحاد القبائل العربية ولا تشوف الحج إبراهيم العرجاني نفسه انتوا شوفتوا الناس دي مثلا جماعة قاعدة على دبابة مسكين ما دافعوا وبيتجولوا في شوارع سينة ولا قاعدين بيحركوا لوادر وحفاراتوا وعمالين بيشتغلوا لأجل الإعمار ولأجل التنمية وبناء مجتمعات واستثمارات وما إلى ذلك هو مين يكره ده؟ يعني قل لي مين طبيعي وعاقل يكره مشهد عبارة عن لوادر للبنى وللتنمية وللزراعة ولإقامة المصانع وللاستثمارات إلى آخره من يكره هذا المشهد العظيم لمشايخ القبائل العربية وهي بتتحرك لأجل مصر ده اتحاد القبائل العربية قال لك اصل اتحاد القبائل العربية ده هيتحول لحزب يا راجل بجد يعني لهنت مش عارف أنه سينة شمال سينة وجنوب سينة سينة ممثلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ عن طريق نوابها هعمل حزب ليه؟ ما هو بالمناسبة اتحاد القبائل العربية ده أبناءه أولاده أعضاءه كلهم تقريبا أعضاء في أحزاب شتى من الأحزاب السياسية اللي موجودة في مصر والممثلة في المجالس النيابية المصرية أو البرلمان المصري زي زي كان مجلس النواب أو مجلس الشورى هعمل حزب ليه؟ عشان أعمل إيه؟ مش في الدماغ هنلعب سياسة هنروح نحرر فلسطين يعني أنت متصور أنه اتحاد القبائل العربية معمول علشان يحرر فلسطين لا أهو مش معمول علشان يحرر فلسطين هو معمول لأنه تجمع لأن القبائل العربية مشايخها وأولادها وأبناءها دول هم أهلين السينوية لأجل الغرض التنموي اللي أنت شايفه قدامك لأجل كل ما تراه مين بني آدم وطني يكره ذلك؟ إطلاقاً مفيش حد مين عاقل يكره ذلك؟ مفيش حد راجل وطني مع مجموعة من الرجال الوطنيين اتخذوا قراراً بأنه يتحاد هذا الاتحاد يا سيدة عمره عشر سنين ده مش مولود النهاردة ولا السنة اللي فاتت ولا السنة اللي قبلها على الإطلاق فهنا لازم تسأل سؤال ويا طرق أهل طرق إيه سر الهجوم الشديد اليومين اللي فاتوا دول؟ طبعاً التحاد بقلو عشر سنين دلوقتي وبيشتغل مع قوات المسلحة المصرية في الحرب على الإرهاب في خلالها العشر سنين اللي فاتوا دول جاية هجمه النهاردة لإيه؟ يبقى هناك يعني هناك أمر ما؟ طب هذا الأمر اللي بيحصل إيه؟ هو أنه يسخنك على اتحاد القباية العربية يسخنك على إبراهيم العرجاني طب وهي سخنك عليه ليه؟ دي بقى اللي بنسميع يقولك في الشغلان تقولك إغتيال معناوي اهدم دورهم اهدم صورتهم قدام الناس صفي دورهم تماماً ليه؟ لأنه بمنتهى البساطة لا الإخوان المسلمين ولا اللي على شاكلاتهم ولا المتضمنين معاهم عايزين أي تعمير في سينة هي أسئلة مشروعة بترحها على حضرتك دور وراء الكلام اللي أنا بقوله بص كده التحاد قباية العربية عمل إيه غير التنمية؟ بيشتغل على التنمية يا طرق عاوز يخش ويعمل حزب وبتاعه يعمل حزب ليه؟ ما هو ممثل في كل الأحزاب أبناء سينة موجودين في كل الأحزاب واللي عاوز يخش أي حزب يتفضل واللي بيخش الانتخابات بيخش اللي بينجح بينجح اللي بيمثل داخل البرلمان سواء إذا كان مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بيمثل وكنا سنة وإحنا طيبين وميد فل طيب بيعمل إيه؟ بيشتغل التنمية بيعمل الاستثمارات بيبني مجتمعات بيساعد الدول زي وزي أي بني آدم وطني أو تجمع وطني موجود في البلاد وحدة وحدة وخلونا دائما نعمل العقل طيب على الشيكة بس كلمتين فعلا محشرين في صدري وحاجة الحقيقة مستفزة إلى أبعد الحدود وغريبة لأبعد الحدود والأغرب أنه بعض الناس ممكن تستسلم لهذا النوع من الاغتيالات المعنوية ويتبنى ويروج ليه ويتحدث عنه وما إلى ذلك